ولذلك أنا أدعوهم من هنا قبل أن نذهب أكثر في المستقبل ندعوهم أن يراجعوا هذا القرار أن يراجعوا هذا القرار أنا قناعة الراسخة أن القاعدة La base militante أو La base electoral قاعدة النظالية أو القاعدة الانتخابية ستصفحهم صفعة لم يسبق لهم مثيل وربما الآفافاس ينتهي إلى الأبد ونحن لا نريد للآفافاس أن ينتهي إلى الأبد لأن له تاريخ وله مناظلين وله أشياء كثيرة نريدها أن تكتمل وتستمر وهو حزب ممكن للعب دور أساسي في جزائر حقيقية جزائر الشعب لأنه يتمتع بكثير من الأفكار التي ممكن تكون تتوازن مع أفكار أخرى خاصة في مواجهة الفكر الانفصالي أو العنصري الانفصالي إذن رجائي منهم أن يعيدوا النظر قناعتي أن عدم ذهابوا لهذه الانتخابات ستكون هزيمة نكرى وسهتم نقولها لكم من الآن ستتم الإطاحة فيما بقى صحيح النظام راح يدير المستحيل لكي يعطيهم مئة بلدية أو خمسين بلدية أو راح يفعل المستحيل من أجل ذلك لكن الناس تعرف أنها مزورة ثم الأرجح والمؤكد ربما هو أن سكان المنطقة حيث يتركز الأففاس لن ينتخبه مستحيل أنهم اللي قاطعوا الانتخابات كلها الماضية ويرفضون النظام العسكري ويريدون دولة مدنية يذهبون الآن لتضربوا على مير وعلى دشرة نعم بعض الناس برها من أن الانتخابات المحلية فيها امتيازات للمير ولاجوان مير لكن إذا كانت هناك امتيازات للمير ولاجوان مير أو أبعاء وخمسة من الزاسومبلي هي كارثة على منطقة تم حرقها والانتقام منها لأنها من قلاع رئيسي للحرك نتمنى لهم أن يعودوني طولت كثير من الدقيقة اللي كنتم باش نمدها لكن نتمنى لهم أن يراجعوا وفي الحقيقة في الأيام القادمة إذا لازم الأمر رحنا ربما نفصل في هذا الموضوع على الأقل ما وصلني من بعض المصادر الوثيقة والاتصالات التي جرت بهم طبعا الأففاس اللي يوم مش لقين لقين واحد يسمي روحه يسمي روحه حكيم الإعلامي هذا أنتع أنتع الأسوار دالجيري هذه الأسوار دالجيري هذه واحدة من الجرائد القريرة جدا الاستئصالية جدا اللي رأيتنها في أموال الشعب الجزائري خاصة بالحيمة رأي بعثر لهم رأي يعطي لهم في بلي سيتي لأنه كان يكتب عندهم أموال شعب يعني هم مرتزقة أموال شعب يأخذوها ويبدو يمدحو شيء يتلتبون ويمدحو في العسكر ومن يش عارف وينفخو في الخلافات مع المغرب وشيتنوا في المعارضين والحراك إلى آخر خرج اليوم هذا بالحجوجة بالحجوجة ريضة بالحجوجة اسمه الحقيقي هو يسمي روحه حاكيم الإعلامي متخبي يعني متخبي باسمه استعار خرج يدافع عليهم يدافع على القرار تعال الـ FFS وقال لك لا وهذه ماشي كادياس هذو هذو خذو قرار صحيح و نعم و ومعمر فراح و وزروقي و الكمشة كل الكمشة تعال كبار الأقلام المأجورة المرتزقة الاستئصالية اللي خذتوه انتم هذا أيضا قرار صحيح انتم أيضا راكم تبيعوا جالتكم را تتباعوا ومهيش أموال الشعب تعطالكم عن طريق البيبلي سيتي مهيش لا 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 انتم ثاني راكم ما شاء الله صحفيين من المستوى الراقي انتم انتم عقلية أخرى انتم انتم تفكير آخر مرتزقة مرتزقة أقول هوا ناعم أقول وأزنوا كلماتي مرتزقة ارتزقتم بشكل فضيع في هذا منذ أن أصبح بالحمر اللي كان أيضا أحد الأقلام المرتزقة في الأسوار دالجيري أصبح وزير ما يسمى بوزير الإعلام والاتصال مش عارف هذا الخبار جهاز هذا المتهم بالجوسس للفرنسيس صديقه زميله اللي كان يشتغل معاه قال ان الفرنسيس كانوا يصرفوا عليه ان السفارة الفرنسية كانت تصرف تذاكر انتاعه وأن كان هناك أدميرال في البحرية في غزارة الدفاع هو الذي يمشي في ما يسمى بالناتق الرسمي للحكومة هذا بالحمر جسوس بالأدلة بالشهادات يصبح ناطق رسمي لجزائر الجنرالات الجديدة لجزائر تبون ولمن عندك من كان جسوس عند القوى الاستعمارية عند فرنسا عند من؟ عند وزارة الدفاع ويسيره أدميرال في البحرية جنرال بحرية هذا هو تعالى السوار وهذا هو اللي رايب عثر اليوم في الاموال على السوار خاصة ترجمة نانسي قنقر